وكل في مكانه لضبغط على البرلمانيين في 2016 نصب مقتدى الصدر خيمة له في المنطقة الخضراء واتصم فيها لمدة يومين فيما استمر أتبعه بالاعتصام خارجها انتهى الاعتصام بعد وعود قدمها العبادي بتشكيل حكومة جديدة أنذاك بعيدة عن المحاصصة والطائفية وكان شعار الصدر حينها شلع قلع لكن عاد انصار الطيار للخضراء مجددا في ذات العام واقتحموا البرلمان واشتبكوا مع بعض النواب رفضا للحكومة التي شكلها العبادي أنذاك في 2022 اقتحم انصار الطيار الصدري المنطقة الخضراء عشية ترشيح الإطار التنسقي محمد الشياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة لم تحدث اجتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أنصار الطيار الصدري في التظاهراتين اقتحموا البرلمان وهذا ما لم يتحقق في تظاهرة تشيرين في 2019 التي انطلق فيها حرك شعبي واسع من الشباب للمطالبة بالإصلاح إذ منعت القوات الأمنية دخولهم للخضراء واشتبكت مع المتظاهرين وسقط آنذاك مئة الشهداء والجرحى الاقتحام الجديد لأنصار الطيار قوبل بردد فعل بشكل مباشر وزير الصدر صالح العراقي غرد مخاطباً عن المتظاهرين إن القوم يتأمرون عليكم فإذا شئتم الانسحاب فإنه سيحترم قرارهم قائلاً سلامتكم أهم من كل شيء بحسب التغريدة وخلال اقتحام البرلمان وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم دعوته للمتظاهرين بالانسحاب الفوري من مقر البرلمان وحذر المسؤول العام لصرايا السلام تحسين الحميداوي من المساسب للمتظاهرين رئيس مجلس نواب محمد الحلبوسي قال إن على الأمانة العامة لمجلس نواب التواصل مع المتظاهرين وعدم تعرض القوات الأمنية لهم الإطار التنسقي أصدر بيانه على الفور معلناً أنه تم رصد تحركات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وحمل الإطار الحكومة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية رئيس تلافي دولة القانون نور المالكي قال إن على الحكومة النهوض بمسؤولياتها في حماية الوضع الأمني وتفادي إراقة الدم رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفيض قال إن التظاهرات مشروعة لكن ما حصل في الخضراء فيه تجاوزات غير مقبولة منها اقتحام البرلمان وعشية انسحاب المتظاهرين غرد صالح العراقي إن رسالة المتظاهرين وصلت وما حدث جرة أذنه من جانبها علقت الأمم المتحدة على الاقتحام دعية لاحترام حرمة المباني القنصلية وفق المعاهدات الدولية ترجمة نانسي قنقر